بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية لسيدنا الإمام العارف بالله سيدنا عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدرين أمين ومازلنا في بعض ما تتحلى به النفس الكاملة المؤمنة فتكلمنا على القناعة فالنفس المؤمنة قنوعة يعني راضية بالقسمة والنفس المؤمنة أيضا متوكلة على الله يبقى هيكلم نارضة على التوكل زي ما تتكلم على القناعة هيتكلم على التوكل التوكل عبادة قلبية ليس له علاقة بترك الأسباب الظاهرية يبقى التوكل دي عبادة قلبية أما الأسباب فهي عبادة متعلقة بالجوارح وأخذ بالك فكونك بتاخد بالأسباب مش معناه أنت متوكل أو غير متوكل بتاخد بالأسباب معتمد عليها بقيت مش متوكل بتاخد بالأسباب تعبودا وقلبك معلق بالله فراضي بقسمته مش شرط تأخذ نتيجة السبب تبقى متوكل يعني تخرج تطلب الرزق ربنا رزقك ما رزقكش زي الصياد يخرج كده يرمي الشبكة يمكن يستعد ويمكن ما يستطر فهو بيرمش شبكة دي أسباب طلعت الشبكة فيها أو ما فيهاش وهو راضي في الحالتين يبقى متوكل تفهمت بقى؟ يبقى التوكل دي حال القلب مع الله حين الأخذ بالأسباب قلبك شكله إيه؟ متعلق بالسبب ومنتظر النتيجة ولا تقبل إلا النتيجة بحيث لما جاتش النتيجة تبقى لغير راضي تبقى لسه بدري عليك روحي تعلمت لسه في كي جي وان فهمت إزاي؟ يعني أنت في مراحل الإيمان لسه في البداية قال طفل مسكين قد يكون سنك ستين سنة وسببين بس لسه طفل في الإيمان فهمت؟ وقد يكون مع التوكل ده سنك عشرين سنة وعشر سنين ولكن شيخ كبير في الإيمان وعشان كده شفنا من الأولياء شباب صغير في السن وشفنا من الأغبياء شيخ كبيرة في السن تبقى إزاي؟ فالمسألة مسألة إيه؟ تعلق القلب بالله ومعرفة أن الأسباب ما هي إلا للتعبد والاختبار والحجاب فالأسباب للكافر حجاب محجوب بيها والأسباب للمؤمن بيتعلل بها ويتصبر لحد ما يجيله قدر إلا فيه بدلا ما يقعد ساكد كده أو اسمه بيتصبر ربنا قسم الإنسان مثلا أنه يمرد عشر سنين مثلا يقوم إيه؟ لو قلنا له ما تعملش أي حاجة في العشر سنين دي ويصبر على ألام المرض لحد ما يزول مش هيصبر طبيعة الإنسان ما يصبرش لازم يتعلل بشيء يتعلل بشيء يعني يعني يتسل بشيء لحد ما إيه؟ يجي قدر الله يوم ربنا يدي لك الأسباب دي يعللك بيه عارف أنت ما تبقى العيل الصغير بيزن عايز يأكل تقوم إنت تهزه على رجلك والطبطب عليه وتحكيله حكاية لحد ما الأكل يخلص أهي دي الأسباب فهمت بقى إزاي؟ تعلل النفس لحين حصول قدر الله يوم إيه؟ ربنا يخليك إيه؟ تبحث عن الدواء وتبحث عن الطبيب وتحجز عند الطبيب الفلاني والحجز والكشف بعد شهرين واخد دور وقاعد مستني معد الكشف ومستني وقالين الدكتور يقول لك خد الدواء وبعدين تعال لي بعد شهر علشان يشوف مدى التحسن كل دي إيه؟ تصبيره قاعد بتصبر نفسك بتصبر نفسك لحد ما تمر السنين يجي الشفاء خلاص لكن لو ما سببكش النفس تبقى في لهفتها قد إيه؟ قد تفقد صبرها فهمت بقى إزاي؟ يوم ربنا يعللك بيها يعللك بيها يعني هدهدك بيها يعني بيطبطب عليك بالأسباب عشان تصبر يا عبدي لحد ما يأتي قدري لكن الأسباب ما لهاش علاقة بقدر الله على فكرة قدر الله يوافق الأخذ بالسبب أحياناً وقد يخالفه أحيان كثيرة لأن الفاعل هو الله وليس السبب الشافي هو الله وليس الدواء فهمت؟ والرازق هو الله وليس السعي كم من مشلول لا يسعى ورزقه أوسع من القوي اللي بيسعى صح ولا لا؟ لكن انت مطالب انك تسعى وترضى بالقسمة فهمت؟ مش تسعى وربنا يدي لك رزق وانتقول كده بس فهمت؟ يا كده بس كده تبقى انت حتعدت بس بيستبقى قطة مع ان القطة متوكلة عنك القطة تديها اي اكل وهي جعانة تاكله وتحمد ربها وتروع تلحظ فيك وتنم جنبك ورادية رادية بالقسمة تهمت ازاي؟ ما بتدقاش مني كده كل يوم وتختارلك ايه؟ هتفطر ايه؟ اللي موجود بتاكله وتبقى يعني تعلم التوكل من الحيوانات البسيطة دي شوف الكلاب ماشي في الشارع؟ جعانة اي حاجة تلاقيها هتاكلها وبعدين تلاقي ضلة تنم وتستريح تهمت ازاي؟ تعلم من الايه؟ من المخلوقات اللي هي كيف فيها التوكل الطيور النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا بطانا تاخدوا خماصا يعني جعانة وتروحوا تيجي في اخر النهار مليانة وهي خرجة مش تجري مش بتنقر ازاي؟ اللي بيقابلها قبلها تاكله وتملبطناه وترجع تنام فاهمت بقى ازاي؟ ما تقولش كده بس لا اللي بيقول كده بس للانسان فعلش الكده؟ التوكل والاخذ بالاسباب في الظاهر مع سكون القلب في الباطن لايه؟ لرض لقضاء الله شوف ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيقول ايه؟ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السمي والبسير وله ما سكن طب وما تحرك مش له لا يعني له ما سكن وما تحرك بس هنا الاكتفاء اختصارا مش اكتفاء في المعنى ده اختصارا في اللفظ يعني له ما سكن وما تحرك فيقول وله ما سكن في الليل والنهار طيب وما تحرك وله ما تحرك أيضا في الليلة والنهار يبقى ما سكنه ما تحرك الساكن والمتحرك من الزرة للمجرة كله لله والساكن هو قلب المتوكل والمتحرك هي جوارح المؤمن حال الأخذ بالأسباب طاعة لله وانقيادة عشان كده شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يدخل أحدكم الجنة بعمله لحسن تفتكر أن عملك هو سبب دخولك الجنة تبقى متوكل على العمل تبقى معتمد على العمل إياك لن يدخل أحدكم الجنة بعمله بالرغم أنك مطالب بالاجتهاد في العمل فهمت؟ النبي كان أكثر الناس تعبدا وأكثر الناس اجتهادا قالوا حتى أنت يا رسول قالوا حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة علشان تعمل الأعمال تعبدا لله وقلبك ساكن لمولاك الجوارح متحركة والقلب ساكن عارف بقى أول ما القلب يتحرك مع الجوارح يبقى بيدبر علشان كده عمل رسالة سيدنا أحمد بن عطا الله سماها التنوير في إسقاط التدبير يعني إيه؟ يعني ما تخليش قلبك بيتحرك مع جوارحك ومنفعل مع جوارحك وانت بتاخد بالأسباب وإلا لو لم تحصل على النتائج قلبك حقيقية ويمرد يوم ما تتحملش يرتفع ضغطه يجيله جلطة يتشل مسكين لأنه ما حصلش على مراده لأنه كان بياخد بالأسباب بجوارحه وقلبه فهمت؟ يوم ما يتحملش لا خلي قلبك ساكن بارد وخد بالجوارح الأسباب فهمت بقى زي ساعتها خدت النتيجة جات جات ما جاتش أنت بين الصبر وإيه؟ والشكر فإذا وافقت الأسباب النتائج شكرت واستعملت هذه النتائج في طاعة مولاك وإن لم توافق النتائج صبرت وأنت في الحالتين محبوب لدى الله الله يحب الشاكرين ويحب الصابرين فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي لما يقولك التنوير في إسقاط التدبير تفتكر أنه بيكلمك على الأسباب لا يا سيدي يعني إسقاط التدبير في القلب حال الأخذ بالأسباب في الظاهر القلب ما بيتدبرش يعني مش مهتم ومهموم ولا مغموم فهمت بقى إزاي؟ لا القلب راضي شوف الطفل هو في حجر أمه فترة الرضاعه ما يهموش هو في الشمس ولا في الضل طالما في حجر أمه ما يهموش ليل أو نهار طالما في حجر أمه صح ولا لأ؟ ما يهموش حوالين أمه زحمة ولا ما فيه زحمة ضوضاء ولا سكون هو في حجر أمه عنده الدنيا وما فيه فهمت بقى إزاي؟ الطفل راضي على كل حال طالما في حجر أمه خليك أنت في حجر قدر الله تبقى راضي حيثما أقامك الله تأخذ بالأسباب واكتهد لكن اللي قسمه لك هو عين ما فيه المصلحة لك لأنك ربما يتعلق قلبك بالسبب ونتيجة السبب ويكون هذه النتيجة لو حصلت تكون هي محض الضرر لك يوم ربنا يحول بينك وبين النتيجة رحمة بك وشفقة عليك وترقية لك فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي خذ بالأسباب تعبدا فقط وليس اعتمادا عليها ولا انتظارا للنتائج بحيث أنك لا تقبل إلا النجاح فهمت بقى إزاي؟ أدي الخلاصة لو أنت فهمت المعنى ده وعشت حياتك بقى إزاي الإسلوب تبقى متوكل والله يحب المتوكلين وإمام المتوكلين سيدنا رسول الله يأخذ بالأسباب وراضي بقسمته صلى الله وسلم يأخذ بكل الأسباب شوف سيرة النبي كيف كان في أخذه بالأسباب وفي احتياطه بالرغم إن ربنا قال له والله يعصمك من الناس ووعده إلا أنه لم يعتمل على هذا بالكانة يحتاط ويتخذ له حارس وكان يباغت القبائل اللي عايزة تيجي تغتاله في المدينة لا يبدأهم بالهجوم قبل أن يأتوا إليه بالمدينة ويقولني أن الهجوم هي خير وسيلة للدفاع واخد بالك كان يأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت كان إذا إيه إذا حصل على المراد شكر الله وإن لم يحصل على المراد صبر لكن لم يعترض في امتبعه؟ فنأخذ بالنا من الحكاية دي إذا فقدت الأسباب تماما تبقى هنا ما فيش حاجة اسمها التوكل يبقى حاجة اسمها التفويد يعني عجزت عن السبب يعني أنا بهرب من مخاطر معينة فقدمي طرق كثيرة وراي أسد بيطاردني فعندي طرق كثيرة فأهم أختار أي طريق عندي اختيار وأجري في أي طريق ألاقي جبل أطلع علي طيب افرد إن أنا دخلت في مكان مزدود مغارة ولقيت في المغارة دي أسد تاني وبقى أسد وراي وأسد تاني فقدت القدرة على الهرب يبقى فقدت الأسباب هنا في عبادة تانية اسمها التفويد بقى وفوضوا أمري إلى الله زي ما قال إيه؟ مسلم قالي فرعون قاعد في أسر فرعون وظهر إيمانه وكل الحراس حواليه لا مهرب فقال لهم إيه؟ وفوضوا أمري إلى الله فقر فوقاه الله إيه؟ سيئاتي ما مكرر يبقى التفويد محله عند فقد الأسباب زي ما يقول لك مسلا يصاب إنسان بمرض يروح للدكاترا يقول له مالكش علاج المرض ده مالوش علاج ما ييقس المؤمن ما ييقس الكافر ييقس تهمت زي؟ يقعد يكتب بصيته ويمكن ينتحر أو يجي له اكتئاب مسكين لكن المؤمن لما يفقد الأسباب لسه عنده أمل في الله وفوضوا أمري إلى الله فهمت بقى زي؟ يبقى عبادة التفويد عند فقد الأسباب وعبادة التوكل عند الأخذ بالأسباب فهمت الفرق؟ حنشوف بقى الشيخ بيقول لنا إيه في موضوع التوكل باب التوكل قال الله عز وجل وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ قراءة فَهُوَ فَهُوَ حَسْبُهُ حَسْبُهُ يعني كَفِيهُ يعني رَبِّنَا يَكْفِيكَ مَا أَهَمَّكَ وَيَكْفِيكَ مَا يَضُرُّكَ وَيَكْفِيكَ مَا يَنْفَعُكَ طالما توكلت على الله والتوكل على الله يعني الاخذ بالاسباب المتاحة المباحة مع عدم التعلق بها ولا الاعتماد عليه يبقى لابد في السبب ان يكون في شروط متاح مباح سبب ايه متاح مباح يعني اديك مثال انت تروح للدكتور وامكانياتك المالية بسيطة يقوم الدكتور يقول لك في علاج ضعيف رخيص ضعيف من حيث التأثير الدكتور يقول لك من حيث التأثير انت عارف ان التأثير ده بيد الله فانت بتصحح على الدكتور بقلبك فهمت بقى ازاي لان التأثير ده عند الطبيب بالتجربة ولكن التأثير في الحقيقة هو الله المؤثر الفاعل فهمت بقى ازاي في يوم الدكتور يقول لك ايه في علاج بعشرة جنيه بس ده ضعيف شوية في الحالة بتاعتك لكن في علاج بعشرين الف جنيه في الشهر لمدة سنة علاج كويس وبيستورد وجاي من برد تقوم انت تعمل ايه ترضى بالعلاج المتاح المباح تقول له خليني فابو عشرة جنيه لكن ما تروحش تشحت من الناس عشان تجيب العلاج غير المتاح فتتحول من مريض فقط الى مريض وشحات فهمت بقى ازاي شفت التطبيق يمشي ازاي يبقى تقول للدكتور انا امكانياتي عايز ارخص علاج طب واغلى علاج ربنا جعل اغلى علاج للاغنية وارخص علاج للفقر وربنا هو الشافي يشفي الفقير ويشفي الغني بس يشفي الغني بالعلاج الغلي ويشفي الفقير بالعلاج الرخيص سبحانه اوه احنا مجربين انا الطبيب بقى لي خمسة واربعين سنة وعارف الحكاية دي كويس مجربها مئات المرات فهم ايه المريض اشوف ظروفه ايه واكتب له ارخص علاج مناسب لظروفه المالية والغني اللي هو جايلي بقى راجل اللي هو عايز بقى يسافر اوروبا ويقول لي انا عايز يسافر امريكا تعالج اروح اديله العلاج اللي هو احدث علاج بقى اللي هو بيشترى بالدولار وتوسع عليه ويجي لك بعد شهر ومستورة وشغل انا اكتبهوله الفقير يجي لي بالعلاج اللي بتاع مبسوط والتاني يجي لي في الاستشارة بالعلاج الغالي برضو مبسوط تهمت ازاي لو ديت للغني العلاج اللي بتوع الفقرة ما يستفدش يقول لك لا ده علاج ضعيب انا زي ما انا يا دكتور ولو قدت للفقير العلاج الغالي هتفسد علاقته بالاسباب لانك قدتو خلتو يتعلق بعلاج مباح غير متاح لابد في السبب الشرطين دول في الشرع الشريف ليه بقى علشان ما يتعلقش قلبك بالغير المتاح وغير المباح فلا تتعرض للوقوف في الحرام بترك غير المباح او طلب المفقود بترك الايه المتاح سنة النبي كان يرضى بايه بالموجود ولا يطلب المفقود فهمت دي الاداب دي كلها غيبة عن كثير من المسلمين في هذا الزمن فهمت بقى زي غيبة عن كثير من المسلمين ليه لان بقينا في الزمن بقينا بنتعلق بالاسباب زيادة عن الزمون الديها حجم اكتر من حجمها الحقيقة فناخد بالنا علاج محلي رخيص وعلاج مستورد غالي اكتب لي الغالي يا دكتور لا يا سيدي اكتب لك المتاح لامكانياتك لو امكانياتك تسد في الغالي لكن ما تقوليش اروح استلف واجيب الغالي الشرع مش عايز منك كده الشرع مش عايز منك كده ربنا هيكتب لك الشفاء بالعلاج اللي هو في امكانياتك انت هتتكلف فوق ما لا تطيق مش هيجي لك النتيجة وشوفنا ناس كده والدين وماوصلش للنتيجة ليه لان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له ايه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم يعني المباح المتاح ومن رباط الخير والنصر وما النصر الا من عند الله لا باعداد القوة ولا بتاع تهمت بقى زي اقرى القرآن وافهم وحولوا الى منهج عمل في حياتك كلها تستريح تهمت بقى ازاي؟ يبقى لازم يكون في السبب ايه؟ المتاح المباح ما فيش متاح ولا مباح يبقى ايه؟ ألجأ لعبادة التفويد على طول بقى ما عنديش يأس انا المسلم ما عندوش يأس بينتقل من عبادة لعبادة اعلى لان التفويد اعلى من التوكل التوكل لاهل الاسباب والتفويد لاهل التجريد وقال التجريد الاولياء الكبار يبقى هو لما ربنا حرمك من السبب اراد ان تكون مفوضا يعني تكون من جبار الخواص يعني رقاك وقالك ما تقلقش نفسك يا عبدي بالسبب فوض امرك ليه اعطيك ما قدرته لك فان الاسباب لا تغير قدري فيك تقيمت بقى ازاي تقومت رايح نفسك الحاجات دي كلها مهمة وإلا هيجيلك الضغط والسكر والازمات الصحية وتموت بدري وتستريح من الدنيا اللي هي تعبك لان الحقيقة مش الدنيا اللي اتعبك انت اللي تعب اليها لانك تعبت نفسك ما في امتهاش فمش قادر تتحمل صدمتها ومش قادر تتحمل فانت اللي تعبن فيها لانك انت مش عارف تتعامل مع الله فيها تقيمت بقى ازاي فيقوم يموت بدري بدري يقوم يستريح ويريح وبرضه من لطف ربنا بيه لانه هو مش قادر يتحمل إلا أعلى الأسباب ولو كانت غير متاحة يوم يتعلق قلبه بيها وينشغل بيها فإن لم يحصل عليها يجيله الحصرة ويجيله الموت يبقى ربنا ريحه بدري بدري فيه يمت بقى يبقى السنة في الأسباب إيه أن يكون متاحا مباحا فإن كان متاحا غير مباح فلم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه ولا يجعل بركة الرزق في الحرام أنا أقول الأسباب عشان يجي لي رزق أدفق على أولادي يبقى لازم يكون هذا الرزق حلال ولو قليل هتلاقي فيه البركة هيكفيني لا أنا أريد الرزق الواسع الكتير ليل ما يكفنيش يوم يحصل عليه من جميع الجهات سواء حلال أو حرام يوم ربنا سبحانه وتعالى ياخد الزيادات اللي حصل عليها بمصايب تجيله يصرفها فيه يوم يجيله أمراض تكلفه ألاف الجنيات في الشهر تم لو ربنا أفعل عليك باب المرض ووفر عليك الألاف الجنيات دي واخد بقى كيف يبقى أغنىك برده فقامت بقى إزاي فقد يعطي بالمنع كما يمنع بالعطاء يا رب نفهم الحكاية دي وتبقى سلوك في الحياة تلاقي نفسك مستريح وتلاقي نفسك قلبك ده ما يشبش يفضل قلبك شباب على طول مع الله ما تكبرش تكبر بس تفاجأ إنك كبير إزاي تبص في الملاك ده يا مين الرجل الكبير ده اللي هو أنت يعني لكن أنت من جواك حسس أنك أنت إيه لسه عندك عندك إقبال على الله لأنك مقبل على الحياة اللي ربنا دبرها ما قال إقبال على الحياة معناه إقبال على الله على فكرة لأن الحياة دي هي بيد الله وهي دي قدر الله فيك واختياره لك وأقامك فيها على هذا الحوار اللي أنت عايش فيه كله واخد بقى كل الحوارات اللي حواليك في حياتك دي كلها وده قدر الله فيك فهمت؟ أحياناً أنت بتجعل قدر الله فيك سيء بسبب سوء اختيارتك وعلى شكرة وما أساوك من سيء فمن نفسك يعني من سوء اختيارك وعلى شكرة لابد من الاستخارة والاستشارة عند أخذ القرارات ما تتسرعش لأن قد يكون قرارك المتسرع وسبب شقائك سنوات طويلة فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي استشر واستخر عند اتخاذ القرارات المهمة لأن قد يتغير قدرك بسبب إيه؟ سوء اختيارك وبالتالي ربك سبحانه وتعلم خلي قدر وجزء منه معلق على اختيارك وجزء منه مبرم بيده لا يغيره فالمعلق على اختيارك ده لازم تحتط فيه كويس وتاخد بال تاخد رأي الكبار وأهل الخبرة وأهل الصلاح وتستخير عدة مرات يعني النبي عمل لنا نظام خطة عشان نعرف نعيش عشان ما نندمش كتير عشان كده بيقول إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر شوف يعني ربنا مقدر لك كل وقت معين تاخد حاجة أو تمتنع عن حاجة فالأخذ بالأسباب لا يعجل الأقدار فهمت بقى؟ كل شيء له قدر كل شيء له زمن يظهر فيه وعشان كده من أراد تعجيل ما أراد لا تأخيره أو تأخير ما أراد لا تعجيله لم يفقح عن الله شيء فهم؟ كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لو نقرأ القرآن ونعيشه هنعيش حياة سعيدة قبل ما إيه؟ ما ندخل الجنة هتعيش في جنة قبل الجنة وقال وعلى الله فليتوكل مين؟ المؤمنون يبقى التوكل دي عبادة أهل الإيمان والأسباب عبادة أهل الإسلام بلا شك إن أهل الإيمان أرقى من أهل الإسلام دون الإيمان فهمت؟ ما قالش وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مسلمين ألا فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعنوبي قال أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب ابن عبد القاهر قال حدثنا أبو دول الطيالسي قال حدثنا حمد بن سلم عن عاصم بن بهدال عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أريت الأمم بالموسم أريت الأمم بالموسم يعني موسم الحج أعداد كبيرة فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فلا أمته دي رؤية رأها النبي أن أمته ستبقى كتير أوي تملأ السهول والجبال ملايين مملينا على مدى الشوف حيشوف أمته دي كلها رؤية نبوية صالحة فأعجبني كسرتهم وهيئتهم فقيل لي أراضيت فقلت نعم قال ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب إيه صفتهم بقى السبعين ألف لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يستركون وعلى ربهم يتوكلون يبقى دول صفتهم إيه إنهم بيتوكلوا على الله ولا يأخذوا من الأسباب إلا الأسباب المتاحة غير المؤلمة الكي ده سبب من أسباب العلاج لكنه مؤلم جدا وبيسيب حرق وتقيح ويغير رائحة الجسد بسبب الحروق اللي بتحصل بسبب الكي وده علاج عربي قديم لا دول محبوش العلاج اللي فيه كي لأن الكي يؤدي إلى الإيلام وقد يكون الألم أكثر من ألم المرض فهمت إزاي؟ ومش كده وبس ويترك أثر تشويه في الخلقة فلا يريد أن يشويه خلقة الله ويترك رائحة كريهة فلا تقربك الملائك أعرفين إحنا عمران بن حسين رضي الله عنه كان تزوره الملائكة في مرة ده بتصافحه فنسوى صفوله الكي فلما اكتوى بقت تخرج منه رائحة كريهة فامتنعت عن زيارته الملائكة لأن تكره الرائحة الكريهة حتى برئة من الأثر الكي رجعت تسلم عليه يبقى الكي الرسول صلى الله عليه وسلم أجازه لأمته على سبيل الرخصة والعزيمة تركه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأنا لا أكتوي فهمت؟ لأنه فيه إيلام ويترك أثر ويغير رائحة البدن ويشوه الخلق فيبقى علاج سخيف مضاعفاته كتيرة فدول ما يحبوش العلاج ليه مضاعفات كتير يبقى لا يكتوون مش كده وبس ولا يتطيرون وم يتشاقموش كمان ليه لحسن ظنهم بالله ما عندهمش حاجة اسمها تشاقم كل حاجة تحصله يقول خير ان شاء الله مش كل حاجة تحصله ينهار يسود وعايش كده متشاقم على طول تقعد معه تبقبض باللغة العصري يقولك يدي لك طاقة سلبية واخد بالك لا مش كده ده التانين دول تقعد في عز المصايب معاه تحس ان ما فيش مصيبة ولا حاجة تهمت ليه لانه ما عندوش حكاية التشاقم ولا يتطيرون ولا يسترقون يعني لا يطلبوا الرقية غير المباحة لان كده فيه رقع عند العرب كثيرة بمعاني مكروهة او بتماتم لا معنى لها لكن النبي دانا نمازج للرقى الجميلة زي مثلا تقول بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر ما اجد واو حازر تحط ايدك على الالم وتقول كده بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر ما اجد واو حازر او تقول ايه اعوذ بالله الكبير من شر كل عرق النعار او من شر حر النار او ايه بسم الله رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادره رقع نبوية جميلة لها معاني حلوة دول بقى لا يسترقون يعني لا يطلبوا رقع الجاهلية ده فيه ناس بتروح الكنيسة عشان يترقوا مسلمين مش بيهذا حصل ماينفعش يبقى خرج من السبعين الف خرج ايه من السبعين الف مايستحقش وعلى ربهم يتوكلون يعني ايه يتوكلون يأخذوا الاسباب المتاحة المتاحة غير متعلقين بها راضين بقسمة الله فيه ادي معنى وعلى ربهم يتوكلون فهمت بقى المعنى فقام عكاش ابن محصن الاسدي ده صحابي سيدنا عكاش ده راجل صحابي سمع الحديث ده رح واقف يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم في رواية قال له انت منهم فقال الرسول اللهم اجعلوا منهم دعوة النبي مستجابة على طول اصل ارادة النبي اذا توجهت لشيء هي نفس ارادة الله ياخد بالك لان ايه بيتحرك بالله فهي مش ارادتين بيتنزعوا النبي ليه ارادة وربنا ليه ارادة فيتنزعوا لا ده ارادة واحدة يقوم مظهر الارادة الوحيدة الالهية يلقي في قلب النبي فاول ما يلقي في قلب النبي يقول يا رب اعمل كذا يبقى هو هيعمل كذا على طول فهمت لان ايه ارادة واحدة اذا كان الوالي مش النبي بيقول ربنا في ايه في الحديث الخدسي كنت سمعه كنت بصره فبي يتكلم وبي يبصر وبي يسمع ولئين سألني ده ده الوالي امال النبي يبقى ايه والرسول يبقى ايه وسيد الانبياء يبقى ايه وشكدت له ايه النبي هو مظهر مرادات الله الالهية الاعظم في الاكوان فاذا غضب النبي بقى ربنا غضبان اذا فرح النبي بقى ربنا راضي فهمت بقى اذا طلب النبي استجاب الله لانه هو اللي الهم الطلب اللي يريد اجابته الان فهمت بقى فالمهم ام سيدنا عكاشة ايه قال لرسول الله ادعو الله ان يكون منهم يا رسول الله قال اللهم اجعلوا منهم خلاص بقى منهم فقام اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم شوف النبي بقى اجابته مش يقول له انت مش منهم يومي ناعي لا يقول له ايه سبقك بيع عكاشة علشان يعني ما ايه ما يزعلوش اوي يعني يقول له نفس المعنى بس يلهله بطريقة نبوية شريفة فيها رحمة فهم لازم تبقى كلامك فيه بشارة فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بيع عكاشة وعنو بيه قال سمية عبدالله ابن يوسف ايب عرفنا ان التوكل الحق يؤدي الى دخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب وتدخل الجنة يعني من اوائل من دخل في سورة القمر يبعث هؤلاء الناس في سورة كأن نورهم كنور القمر واضح اهل الموقف يشوفوه ويعبروا السراط بسرعة البرق ويدخلوا الجنة ما فيش بقى نشر صحف ليهم ولا مناقشة ولا حاجة على طول يبقى دي فائدة التوكل على الله الحق انك انت هتدخل بغير حساب ولا سابقة عذاب ومش كده وبس فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول سألت الله ان يشفع فيهم في كل واحد من سبعين الف ياخد معا سبعين الف وربنا استجاب للنبي فبقى كل واحد من سبعين الف هياخد معا بشفاعته سبعين الف يعني امت النبي ايه محمولة على صالحيها يعني احنا محمولين على الصالحين الا منصل الى مقامهم الا اننا نصل لمقامهم بشفاعتهم لا يمت بقى سمعت قال سمعت على الله بن يوسف الاسبهني يقول سمعت ابا نصر السراج يقول سمعت ابا بكر الوجيهي يقول قال ابو علي رذباري قلت لعمر بن سنان احكي لي عن سهل بن عبد الله حكاية فقال انه قال علامة المتوكل ثلاثة دول الاولية بقى لما عاشوا هذا التوكل وصار فيهم سجية بيتكلموا بقى فتاخد كلامهم حكمة فبيقول علامة المتوكل ثلاث لا يسأل يعني لا يسأل غير الموجود يعني معنى يرضى بالموجود يبقى لا يسأل معنى ايه يعني لا يطلب المفقود ولا يرد يعني لا يرد ما جاءه من غير مسألة يبقى ده رزق يزقاه الله وعشان كده احنا بنقول من ضمن ايه من ضمن اسلوبنا في الحياة اللي كاتبينه في كتاب الاوراد في الاول لا نستجدي ولا نستغني مش كاتبينها كده في كتاب الاوراد لا نستجدي يعني لا نسأل احد ولا نلح على اسوال احد ولا نستغني عن فضل الله فان جاءنا بغير مسألة قبلناه لكن لا نستجدي احد ولا نعلق قلبنا الا بالله لا فيما ايدي الناس وده من ضمن العهود اللي اخذناه اخذها علينا ايه مشايخنا مش العهد والسبحة والورد بس لا ده العهد عهود تانية كتيرة حاجات مهمة قوي يعني من ضمن العهود النازع كانسان على دنيا وانت لك فيها حق اتركها له وقال له سلام عليكم لا تنازع على دنيا ولو كان لك فيها حق والامر ده صعب على ناس كتير فايبت زي؟ لكنه العلمك لما تمشي بيه في حياتك يقل لأعداءك وربنا يفتح لك أبواب رزق من حيث لا تدري تمال للناس اللي بتتنازع على الدنيا فقراء للدنيا واللي سايبين الدنيا ربنا بيفتح لهم مئة باب وألف باب فهمت؟ عشان كده الرسول بيقول ايه؟ أمرنا قال لننازع على الأمر أهلا يعني ربنا ادي الواحد حاجة ما تنزوش عليها واحد طم في حاجة معاك ادهاله وقول له سلام عليكم فهمت؟ ورايح نفسك حيات النبي كلها كده على فكرة ما تقرأ سبت النبي هتلاقيه كده يبقى لا يسأل يعني لا يستجدي او شوف احنا بنقوله لا يسأل يعني لا يستجدي أحد ولا يرد يعني ايه؟ ولا نستغني يعني ما جاءه بغير سؤال رزق سقال له لا فيقبله ولا يرد سائل إن كان عندك ما تعطيه له لما يجيلك سائل وعندك ما تعطيه له ما تردوش إلا بحاجته كما كان النبي يفعل ولا يحبس ما يحبس النعم عنده بل يبقى زي مجرى الماء كده تيجي النعم تعدي فيه تروح لغيره ما تبقى زي السد تيجي النعم عندك تتسد توقف تقوم تعمل ايه؟ تقوم تشوف لها طريق تاني غيرك لأن النعم لابد إنها تسير للخلق فلو قفت سده قدامها حتبطل تيجي عليك وحتفتح لها طريق تاني يجي لها من ناحية تاني تهم؟ لكن طول ما انت فاتح الباب النعمة تجيلك تعدي عليك تتروح لغيرك يفضل المجرى بتاعك واسع كل الناس تشرب وانت بتشرب معا تهمت بقى؟ فاللي بيديق على ولاده في المصاريف ربنا بيديق عليه في الرزق ويفقره أكتر واللي بيوسع على ولاده في المصاريف تلاقي ربنا يوسع عليه اللي يديق على زوجته في المصاريف ربنا يضيق عليه معروفة الحكاية دي مجربة واخد بالك ازاي اللي راجد الرسول بيقول من وسع على اهلي يوم عشوفات يوم عشوراء وسع الله عليه سائرة سنته طب لو وسع على اهلي كل يوم وسع عليه الله سائرة عمره واضحة بقى فانبطل الرجال البخل دول مساكين جدا ليه لانه بقوا مسد قدام من ينفقون عليه يقوم ربنا يعمل ايه يخلي الرزق يوقف عندهم واخد بالك وبعدين ينتقل يجي يجي لولادهم الرزق من ناحية عمهم من ناحية خلهم من ناحية جرهم الراجل الكريم المهم حيجي لهم برضو رزقهم بس مش من ناحيتك انت يا بخيل يا سخيف فهمت لكن ربنا مش كل وقت حياخد رزق على فكرة شوف تشبيه الرزق بالمية والانسان بمجرى الماء طول ما المجرى سالك وبيعدي يفضل الارزق جاية وتزيد فهمت والكل بيشرب انت بتاكل والكل بيأكل معاك اول ما يتحول لسد المية ما فيش حاجة بتقف قدامها هتدولها على اي طريق تاني ان شاء الله تنشع ملحيطة لو المصورة مسدودة تنشع ملحيطة صح ولا لا لازم المية تمشي لازم الرزق يوصل احسن كما ايه احسن الله اليك فبطل بخل يا بخيل يبقى ولا يحبس يعني متحبس النعمة عندك وإلا تبقى غير متوكل شوف لا يستجدي ولا يستغني ولا يمنع رزق العباد مما في يده لان ربنا بيبعت رزق ولادك ليك بيبعت رزق الفقراء ليك لو كنت بتنفك على الفقراء جرب كده يا اخي انك انت تطعم مساكين تطعم جرك الفقير تطعم اولادك تلاقي سبحان الله ربنا في استمرار يعمل لك ارزاق جاية لك من اي جهة سبحان الله ما تنقطعش وعشان كده الناس يقول لك ايه عمر الكريم ما ينضام ده جابوها منين الحكمة دي شافوا على مر مئات السنين الناس كده الكريم عمره ما يتزل أبدا يضل كريم تل عمره كده تهمت بقى ازاي سمعته الشيخ أبا عبد الرحمن السلامي رحمه الله يقول سمعته منصور ابن عبد الله يقول سمعته أبا عبد الله الشيرزي زي يقول سمعته أبا موسى الدوي بلي الدبي لي الدبي لي اسمه ايه صعب شوي أبي موسى الدبي لي ربنا يرحمه كان بيستحمل اسمه دي زي ربنا عيده يمكن يدخل الجنة عشان اسمه ده سمعته أبا موسى الدبي لي يقول قيل لأبي يزيد أبي يزيد البستامي بقى اخد بالك ان دول ايه حكماء الأمة أما تيجي تسمع كلامه اخد بالك كلام البهريز تأخذ ايه البهريز ايه هي البهريز يعني الحاجة المفيدة في أقل حجمه ممكن ما التوكل فقال لي ما تقوله أنت قول أنت فقلت أن أصحابنا يقولون لو أن السبع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك ليه لأنه فوضت عمرك للا بقى تهم يبقى ده التوكل يعني كأنه عرفت توكل بالتفويد خد بالك عرفت توكل بالتفويد لأن ايه لأن لا يصل لمقام التفويد من لم يمر على مقام التوكل واخد بالك أن نهاية كل مقام بداية المقام اللي بعده نهاية كل مقام بداية المقام اللي بعده يعني نهاية التوكل بداية التفويد تفهمت يا أستاذ وبينهما التسليم في مقام كده اسمه التسليم وفي مقام بعد التسليم محطات كده محطات ترانزيت قبل ما توصل للمقام ترانزيت استراحات كافيتريا تنزل تسريح فيها شوي من المقام للمقامات تم سافر في المقامات ففيه التسليم وفيه الاستسلام وفيه الانقياد ومع ده كله ماشي مع الرضا تهمت فهو عرف له التوكل بايه بنهايته يعني ايه يعني عند فقدك للأسباب برضو ما تيقس يفضل املك في الله فبيقول له ايه لو ان السباع والافاعي عن يمينك ويسارك حتصوت حيغموا عليك من الخوف يقوموا ويأكلوك هتعمل ايه تعرف ان دول المخلوقات دي اللي بيحركها ربك فاروح لربك شوف سيدنا ابراهيم وما بيمول النار النار بتحرك ده الاطفال عارفة ان النار بتحرك واخد بالك يقوم ايه وهو ما بيرمول النار كان في اكمل حالات الرضا يجي له سيدنا جبريل يقول له عايز حاجة مني يا ابراهيم يقول له علقني في جناحك يا جبريل اللي حقني ما قالوش كده قال له اليك فلا وعلمه بحال يغني عن سؤالك كأن سيدنا ابراهيم بيعلم سيدنا جبريل ما هو افضل من سيدنا جبريل سيدنا ابراهيم افضل من سيدنا جبريل قال له لا يا جبريل ده 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 ليه انا احترق فانا اراضي بالاحتراق وان اراد ليه ان انجو فهو قادر ان يطفق هذه النار يقوم ربنا ما يطفقش النار وما يحترقش يديله حتى من حيثه لا يحتسب يعني هو نفسه لو تصور ازاي تتم النجاة كان اقسم يتصور ان ربنا يطفق النار قبل ما يوصل له مش كده برا لا يقوم ربنا يديله حاجة شوف من حيثه لا يحتسب يقوم يعقف في النار وتبقى النار برد وسلام عليه بس واللي قاعدين يتفرجوا على النار بيتخرروا عرق وحرقاهم لهيب النار فهم ادي الحالة اللي هما ايه حال اهل التفويل شوف سيدنا ابراهيم من المثال العملي فيها عشان كده بيقول ما تحرك لذلك سرك فقال ابو يزيد نعم هذا قريب يعني انت قربت شوية لدليل ان المقام مالوش نهاية في الترقي بقى قال له هذا قريب ولكن لو ان اهل الجنة في الجنة يا تنعمون دا عايز يقول له ان في حالة تانية واهل النار في النار يوعذبون ثم وقع لك تمييز عليهما اختيار لنفسك تقول يا رب خلينا انا معاهل النار اما اهل الجنة مش عايز ابي معاهلها النار وانت شايف دول لو اخترت تبقى لسه مش مفاوض امرك لله خليه هو اللي اختار لك تقيمت خرجت من جملة التوكش عشان كده قاله ايه اذا اخترت فاختر قال لا تختار وافر من المختار الى من يخلق وما يشاء ويختار كلام حلوه مش عاجب سيدنا موحيد دين ابن عرب يقول اما انا فلو خيرت لاخترت ما يختار مش اخترت قال لا اختار لان برضو اختيار قال لا اختار ليه اختيار ما زال ليه اختيار يعني الاولياء بيعدلوا على بعض تقيمت عشان تعرف ان المقامات الترقي لا نهاية لا وقال سهل ابن عبد الله اول مقام في التوكل ان يكون العبد بين ايدي الله عز وجل كالميت بين ايدي الغاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له حركة ولا تدبير هو بيحاول يعني بيين لك حال التوكل حالك عند التوكل يعني تكون فاقد لكمال الاختيار القلبي مع كمال الاخذ بالاسباب في الظاهر فهم وقال حمدون التوكل والاعتصام بالله تعالى لاعتصام بالله يعني لاعتماد عليه والثقة فيه انه ايه انه رب العالمين لا يذرك بشيء وان كان في ظاهره ضرر اعرف ان في بطن والنفع قال سمعت محمد بن حسين يقول سمعت ابا بكر محمد بن احمد البلخي يقول سمعت محمد بن حمد يقول سمعت احمد خضروية يقول قال رجل لحاتم الاصم عارف سموه حاتم الاصم ليه هو ما كانش اصم ولا حاجة الاصم يعني اللي سمعت ايه لانه كانت جاءت امرأة الي تسأله سؤالا في الفتية فخرج منها ريح لها صوت فاستدته احرجت اوي فقال لها ايه عل صوتك يا امرأة فاني لا اسمع يعني عشان ما يحرجهاش عشان يزيل عنها الحرج فهمت بقى ازاي فايه فراحت الستة دي طلعت عليه اشاعة ده حاتم ده اصم ما بيسمعش فاش تقرى بحاتم الاصم هو كتويدان وبيسمع ستة على ستة فهمت ازاي لكل ده علشان يجبر خاطرها مش عايز ايه زعلها يعني شوف احوال الاولية يعني مع خلق الله ازاي عندهم ايه الرحمة مش انت تسمع صوت يخرج من واحد تضحك وتسخسخ بالضحك بقى وتعمل نفسك مش اعرف فهمت ازاي ما بيخرج منك عشان كده الرسول يقول تعجبته ممن يضحك من اخيه وهو يحدث منه ما يحدث من اخيه ما انت بتعمل زيه تضحك على ايه فهمت على خبتك المصريين يقولك تضحك على خبتك ما كلنا في الخبة سوا فالمهم الاولية دولهم احوال يعني رضي الله عنه قال رجل لحتم الاصم من اين تأكل شافوا لبي يشتغل ولا لمهنة ولا لعمل واعتلوا نار في العباد قولوا بتاكل منين قال ولله خزائم السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون فالراجل سيكت بقى لانه خلناه منافق دول اولية رضي الله عنهم وارضاهم نفعنا الله بعلومين في الدارين امين ونقف عند هذا الحد واجازة شهر ذو الحجة كله وعلشان الكل بقى يعيد ويحج زي ما عايز وبعدين بعد شهر ذو الحجة نلتقي في اول اربعاء من شهر محرم ان شاء الله وكل عام وانتم بخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين